مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب بيقول الكاتب المزمور في مزمور 119 وفي الآية 25 فاحيني حسب كلمتك فكلمة الله بتحيي هي روح وحياة والله ساهر على كلمته ليجريها كما أنه أيضا ساهر على كلمته أنها توصل من جيل إلى جيل ساهر أنه يحفظها من التحريف ومن الخطأ ساهر أنه يوصلها بكمالها لأجيال بعد أجيال عش كده النهاردة هتكمل مع حضراتكم ونكمل ونتكلم عن أعظم اكتشاف مرتبط بالكتاب المقدس في القرن العشرين أكلم عن اكتشاف يؤكد صحة الكتاب المقدس أكلم عن مخطوطات كمران أو ما نطلق أيضا عليها اسم مخطوطات البحر الميت مخطوطات البحر الميت فمخطوطات كمران أو مخطوطات البحر الميت أو اللي بيدرس فينا نقد النص يعرف أنه الحرف المستخدم للإشارة إلى مخطوطات كمران هو حرف الكيو مخطوطات كمران أو مخطوطات البحر الميت أو لفائف البحر الميت هذه الأسماء كلها تشير إلى أمر واحد هذه الاكتشافات التي تعتبر فعلا أهم اكتشاف القرن الواحد والشيء هذه الاكتشافات هنتكلم عن ما هي مخطوطات كمران وكيف اكتشفت وما هي عدد الكهوف التي احتوت على مخطوطات وكم عدد المخطوطات التي تم اكتشافها وكم عدد المخطوطات التي ترتبط بالنص الكتابي أو مخطوطات كتابية وكيف أن هذه المخطوطات التي تم اكتشافها زمنها ما هو زمنها واتكتبت إمتى ومين اللي كتابها وهل هذه المخطوطات تتعارض مع النص المازوري اللي احنا كلمنا عنه الحلقة اللي فاتت أو تتعارض مع الكتاب المقدس التي بين أيدينا هل هي تؤيد أم هي تناقض كلمة الله طبعا احنا بنرحب بكل مداخلاتكم وبكل أيضا أسئلاتكم وتعليقاتكم وخطوط الاتصال مفتوحة ويسعدنا دايما التواصل معكم مخطوطات كمران حقائق مهمة عن مخطوطات كمران هل نبدأ ببعض الحقائق المهمة واحنا بنتكلم عن مخطوطات كمران والحديث عن مخطوطات كمران كثير ولو كتبت بس مجرد مخطوطات كمران على الانترنت على جوجل سيرش أو غيره هيجي لك كتير من المعلومات اللي ممكن تعرفها عن مخطوطات كمران لكن اكتشاف مخطوطات كمران يرجع إلى سنة 1947 كان في مجموعة من الرعاة في منطقة كمران ومنطقة كمران تعتبر يعني تبعد عن أرشاليم جنوب أرشاليم بحوالي 15 ميل وكان هناك بعض الرعاة بيرعوا واحد من الرعاة رمى حجر فلما رمى حجر سمع صوت تكسير حاجات كسرت فأخذ صاحبه الراعي اللي معاه وراحوا واكتشفوا وجود جارز يعني زلع كواب بالمصري من الفخار موجود بداخلها لفائف ومخطوطات قديمة او الاكتشاف بعض بيحطه سنة 47 والبعض بيحطه سنة 46 لكن اعتقد هو في نهاية 46 مع بداية سنة 47 1947 ميلادية تجاوز عدد المخطوطات المكتشفة في 11 كهف كانت هذه المخطوطات مخطوطة في 11 كهف تجاوز عدد المخطوطات 900 مخطوطة حانا بنتكلم على 900 مخطوطة بنتكلم عنها مخطوطة كاملة ومخطوطة صغيرة وبنتكلم عن قصائص ايضا موجودة كويس طبعا هذا الكم الكبير من المخطوطات بياخد سنين طويلة من الدراسة والبحث يعني ميش مجرد انه بيتم اكتشافه النهاردة تاني يوم بيتم ترجمته والكتاب عنه لا ده بيتم تطبيق الكربون 14 عليه عشان يعرفه زمنه يتم تجميع بعض القصصات اللو كانت متقطعة او لو كانت اكلها الزمن يعني وحصل فيها نوع من الدامج يتم بطرق علمية فك اللفائف عن بعض يتم بطريقة بحث الكهف بكل دقة كل زر التراب يتم البحث فيها لألا يكون هناك جزء من مخطوطة موجود هنا او هناك يتم فتح الجار بطرق معينة يتم اعطاها لعلماء متخصصين يقدوا سنين طويلة في البحث والدراسة في هذه المخطوطات مقارنة اللغة معرفة الحروف طريقة الكتابة كل هذه الامور فكن عدد المخطوطات التي تم اكتشافها تجاوز التسعمائة مخطوطة كويس في البداية في البداية لما الرعادل وجدوا عدد من المخطوطات في الكهف الاول خدوا هذه المخطوطات واشتراهم منهم الاسقف اساناسيوس ساموئيل وهو اسقف الكنيسة الارتدوكسية في ارشاليم وقتها دفع في هذه المخطوطات اقل من مئة دولار اقل من مئة دولار دفع في المخطوطات اللي حصل عليها من الرعاة وبعد لما اندلعت الحرب احنا عارفين تأسيس اسرائيل كانت سنة 48 واندلعت حرب 48 طبعا فسافر اثاناسيوس ساموئيل الى الولايات المتحدة بالمخطوطات اللي معاه كويس وتواصل مع بعض الجامعات واعطى بعض المخطوطات لبعض الجامعات منهم الجامعة الامريكية الشهيرة جامعة ييل وفي سنة 1954 كويس عرض ما تبقى معه من مخطوطات في الجريدة الرسمية بيسموها Classified يعني اللي هي Wall Street Journal الجريدة بتاعة Wall Street وعرضهم في صفحة الصفحة اللي تعرض احنا عندنا في مصر عندنا في الاهرام مثلا تلاقي صفحتين في الاخر كده للبيع او شؤة للاجار او بيسموها Classified فعرضهم للبيع في الجريدة الرسمية وقتها تفاوض على شراءهم الدولة الاسرائيلية الحديثة وايس وعالم الاثار يجلي يايين واشتراهم من اثاناسيوس ساموئيل ودفع فيهم 250 الف دولار اشترا اللي كان ومعاه البيت الكهوف كان لسه بيتم البحث فيها واكتشاف ما فيها من من لفائف كويس وبدأت هنا ترجع المخطوطات الى مكانها الصحيح وهو مدينة اورشاليم هذه المخطوطات كانت في حوزة اليهود اللي عاشوا في قمران كان في قمران مجتمع يهودي هذا المجتمع البعض بيسميه مجتمع الايسينيين وهم مجموعة من اليهود اللي شعروا ان المدينة مدينة اورشاليم لم تعد طاهرة كما كانت من قبل وان ايضا الهيكل وتصرفات الكهنة وتصرفات الكتبة لم تسموا الى مستوى القداسة فعزلوا انفسهم فعزلوا انفسهم وعاشوا في منطقة قمران كويس من القرن الثالث قبل الميلاد وحتى دمار مجتمعهم سنة تمانية وستين ودمار الهيكل سنة سبعين ميلادية على يد الرومان كويس فعاشوا يمكن في المجتمع ده ازحوا نقول حوالي تلتمية وشوية سنة وهم موجودين هناك كان عندهم مكتبة يعني هم موجودين زي ما بيحصل مثلا في الاديرا الفكرة انه مجموعة تنعزل عن المجتمع وتعيش في مكان بس دول كانوا مجتمع متكامل كويس كان ليهم طرق عبادة معينة وممارسات معينة وقوانين معينة ومرجعيات معينة كانت عندهم فالجماعة دي كان عندها مكتبة عندها مكتبة هذه المكتبة بتتضمن كتب كثيرة او لفائف خلينا اقول لانه هيدا دي الطريقة اللي كانت معظم الكتب بتكتب بيها انها بتكتب بلفائف يعني درج زي ما احنا بنسميه وكان عندهم بعض النصوص الكتابية بعض التفسيرات لنصوص الكتاب المقدس كان عندهم بعض الامور المتعلقة بمجتمعهم بعض الثقوق البيع والشراء والحاجات دي كلها مكتوبة مكتوبة فوجدوا في منطقة كمران في الكهوف اللي موجودة مخطوطات زي ما قلت كثيرة تتعدى تسعمية مخطوطة طيب غالبا كل العهد القديم موجود سواء نص كامل زي المخطوطة الشهيرة اللي تعتبر اشهر مخطوطة وهي مخطوطة اشعياء اللي موجود ستة وستين سفر بتوع اشعياء موجود النص كامل كويس بطول اربعة وعشرين ادم يعني متكلم على سبعة متر من الدرج ملفوف على بعضه وموجود سفر اشعياء كاملا في الكهف الاول بعض الاصفار في اتناشر اصحاح مثلا خمستاشر اصحاح موجودين في بعض الاصفار موجود عبارة او اتنين نص او اتنين لكن كل الكتاب او كل العهد القديم موجود وموجود الاشارة اليه فيما عدا سفر استير سفر استير وممكن يكون سفر استير كان موجود لكنه حصل نوع من زي ما بيحصل انه بيفسد النص او النص ما بيبقاش يعني ما تنقلش اكتر من مخطوطة فالنص اللي موجود ممكن يكون قد فقد فده اللي كان موجود كل العهد العهد القديم من سفر التكوين كويس الى اخر سفر سفر ملاخي موجود الاشارة ليه فيما عدا زي ما قلنا سفر استير كويس طيب معظم المخطوطات باي لغة كتبت معظم المخطوطات كتبت باللغة العبرية اللي هي بنسميها سكوير سكريبت او الحروف الارامية كويس الا ان اللغة العبرية الارامية لم تكن هي اللغة الوحيدة التي كتبت بيها المخطوطات فبعض المخطوطات كتبت بالحروف الابجدية القديمة بيليو هيبرو كويس وده العبرية القديمة اللي هي يعني الخطوط الفينقية شوية اللي بترجع الى قبل خمسمائة سنة قبل الميلاد واللي انتشرت قبل القرن الخامس قبل الميلاد وبعض الخطوط الاخرى والمخطوطات الاخرى مكتوبة بالارامية وعدت قليل من المخطوطات مترجم الى اللغة اليونانية يعني نص مترجم الى اللغة النص عبري مترجم الى اللغة اليونانية ففي اكتر من لغة لكن الاغلبية مكتوبة باللغة العبرية طيب مخطوطات كمران تعتبر زي ما قلت بكل المقيس هي اعظم اكتشاف مرتبط بالكتاب المقدس في القرن نعرف نعرف انه علم الاثار نشط جدا في القرن العشرين وبالاخص في النص التاني من القرن العشرين حتى في مصر لما نتكلم عن اكتشافات الاثار المصرية القديمة الفرعونية نعرف انه القرن العشرين كان هو الطفرة اللي تم فيها اكتشاف اعظم الاثار المصرية منها توت عن خمون منها يعني حاتش بسوت والمدافن والمعابد القديمة فكان هناك حركة كبيرة جدا للبحث والتنقيب في القرن العشرين وبالاخص في النص التاني من القرن العشرين عن ما هو قديم ومن هنا ايضا كان هناك ايضا اكتشافات عظيمة يمكن مخطوطات كمران لم يتم اكتشافها من قبل علماء الاثار لكن تم اكتشافها بالصدفة لكن من تولى بعد كده البحث والتنقيب كانوا علماء اثار كويس واللي تم اكتشاف بقية الكهوف كانوا علماء اثار وطبعا بيتدخل فيها علماء لغة وعلماء تاريخ وعلماء مختصين بالنص الكتابي الى اخر ولكن يعتبر فعلا ما نيجي نتكلم عن مخطوطات كمران احنا منتكلم عن اعظم اكتشاف مرتبط بالكتاب المقدس في القرن العشرين طيب تنقسم مخطوطات كمران الى ثلاث اقسام يعني لو جبنا المخطوطات كلها واشتغلنا عليها وعرفنا محتواها كويس بنعرف انها بتجتمل على ثلاث اقسام اساسية القسم الاول بنسميه مخطوطات كتابية مخطوطات كتابية عندنا 221 نص كتابي ما بين سفر اشعياء الكبير الكامل وما بين اصححات كثيرة من سفر التكوين او المزامير او غيره وما بين قصصات تشير تحتوي على النص الكتابي ما بين ايضا تفسير لسفر حبقوك الى اخر هذه الاشياء فعندنا 221 نص ويس بنطلق عليهم نصوص كتابية نصوص كتابية نصوص مرتبطة بال 39 سفر بتوع العهد الجديد القديم سوري فايز فلو حابب تدور على سفر هتلاقي ليه نص او اتنين او تلاتة يعني لو روحت هتلاقي فيه سفر نص لسفر التسنية نص لسفر العدد ليشوع سامويل اول سامويل التاني ملوك الاول ملوك التاني المزامير ايوب يعني الانبياء الصغار هتلاقي نصوص سواء نصوص كانت كبيرة او نصوص كانت صغيرة قصصات قليلة لكنها بتحتوي على نص كتابي متين واحد وعشرين اه مخطوطة اه تشير او تتضمن نصوص كتابية القسم التاني مخطوطات لأصفار الابو كريفة او الأصفار القانونية الثانية طبعا يجي هنا سؤال اه وجاوبت عليه المرة اللي فاتت انه هل ايام هل ايام قمران كان الناس عارفة انه العهد القديم بيتكون من الأصفار دي ده القانونية يعني قانونية العهد القديم كويس اعتقد انه انه القانونية كانت واضحة جدا في ايام الرب يسوع المسيح ولا يختلف يهودي على قانونية الأصفار العهد القديم فالرب يسوع اشار الى الثلاث اقسام الاساسية اللي بتكون منهم العهد القديم أشار إلى التوراة وأشار إلى الأنبياء وأشار إلى الكتب كويس دي الأصفار الأساسية والأقسام الأساسية اللي بتكون منهم قانونية العهد القديم لكن كان هناك في أصفار أخرى كان في صفر طوبيا وكان كتاب اليوبيل وتكملة عزرة هل مجتمع كمران كان بيؤمن أن هذه الأصفار موحة بها من الله؟ ما نعرفش لا توجد أبدا إشارة لكده نهائي وزي ما قلت عشان كده بنعتبر مخطوطات كمران ليست مخطوطات كتابية فقط لكن مخطوطات كمران هي مكتبة مكتبة دول مجموعة عايشين في الصحراء عايشين بعيدا عن أرشاليم فممكن يقروا كتب كثيرة زي ما النهاردة لو رحت إلى مكتبة دير سانت كاترين ودخلت المكتبة آه هتلاقي فيه نصوص كتابية كثيرة جدا سواء من العهد القديم أو من العهد الجديد لكن ممكن تلاقي مثلا في المكتبة نسخة من شيك سبير ممكن تلاقي نسخة من كتاب تاريخ مصر هل معنى كده ان الرهبان اللي عايشين في دير سانت كاترين بيؤمنوا ان كتاب تاريخ مصر جزء من الوحي الالهي لا فوجود هذه الأسفار مع مجتمع كمران لا يعطي التأكيد على انهم كانوا يقبلون هذه الأسفار كموحة بيها من الله لكن زي النهاردة يعني كثير من الكنيسة سواء الارتودكسية أو الكنيسة الكاثوليكية بتقبل بعض الأسفار الأخرى كأنها أسفار مقدسة يعني لكن ما عندناش أي إشارة على أن مجتمع كمران كان بيقبل هذه الأسفار كأسفار موحة بيها من الله لكنها كانت موجودة ولأنها كانت تحتوي على تاريخ يعني فترة الربعمائة سنة أو فترة الصمت الوحي اللي احنا بنؤمن بيها من بعد ملاخي وحتى إعلان الله في يسوع المسيح وبالتجسد كان هذه الفترة فترة صمت الوحي لكن من ضمن الكتابات الموجودة زي ما قلت القسم الثاني من مخطوطات كمران كان يتضمن أسفار أخرى زي طبية، تكملة عزرة، كتاب اليوبيل إلى آخره وفي الآخر القسم الثالث نصوص تقصية يعني متعلقة بطائفة الإيسينيين خاصة بمجتمع كمران أو مجتمع الإيسينيين بنعرف إنه زي كانوا بيعيشوا ما هي الشروط الاندمام ليهم كيف كانوا يتعاملون ما هي التقص المعينة، الصلوات المعينة كل هذه الأمور لأنه مجتمع كمران زي ما قلت انفصل عن المجتمع اليهودي والهيكل في أرشالين ده كان ليهم ممارستهم الخاصة ونجد نصوص كثيرة مرتبطة بحياتهم وطريقة معشيتهم وتقصهم اللي كانوا بمرسوحة ده دولة ثلاث أقسام طبعاً إحنا يهمنا بالكثير أوي مخطوطات الكتابية اللي هي مئتين واحد وعشرين مخطوطة أو نص بتشمل أصفار العهد القديم طيب أجي إلى نقطة أخرى من أروع ما تتضمنوا مخطوطات كمران هو سفر إشعياء المرة الأبلة لفاتت وريت حضراتكم إنه زي حتى سفر إشعياء الديس بلي بتاعه عرضه في متحف أورشاليم له حجرة خاصة له حجرة خاصة واللي معروض ليس هو الأصل المعروض هو copy من الأصل لأنه الأصل يعني الحاجات اللي زي كده بيحاول العلماء إنه يحفظوا عليها يعني النهارة لما تروح إنت إلى متحف القاهرة مثلا في أشياء ممنوع اللمس يعني مثلا لما رحت إلى متحف الفستات وتفرجت على المميات اللي موجودة درجة الحرارة اللي تحت والضوء اللي معمول والإزاز الكوفن الإزاز اللي معمول كلها معمولة لكي تحافظ على المومية تحافظ عليها كويس ففيه طبعا بعض المخطوطات أنت ممنوع تلمسحة أنت ممكن نعمل copy تشتغل عليها يعني النهاردة حتى مركز مخطوطات العهد الجديد اللي في دالس تحت إشراف دانيال والاس وهو أستاذ العهد الجديد واللغة اليونانية كان بجامعة كلية لهود دالس واحد من الناس اللي مهتمة جدا من المخطوطات نرده بيعمل إيه دانيال والاس دانيال والاس بيعمل صور ديجيتال لأهم المخطوطات لأهم المخطوطات حتى لو إحنا النهاردة حبينا ناخد نسخة من المخطوطة السينائية مثلا ولا المخطوطة الفاتيكانية أنت بس بتاخد نسخة copy facsimile منها لكن أنت لا تقدر أنك تلمسها لألا تصاب هذه المخطوطة بأي أشياء فلما بتحط سفر أشياء بتحط display لسفر أشياء بالترجمة بتاعته حتى سفر أشياء موجود لو دخلتم على مدحف أرشاليم وكتبتم مخطوطات البحر الميت هتجيلكم مخطوطة سفر أشياء وتقدر أن أنت تقرأ تقرأ النص العبري وتقرأ ترجمة زي ما أيضا ده كودك سيناتيكس اللي هي المخطوطة السينائية ليها ويبسايد خاصة تقدر أن أنت تدخل وتدور وتبحث وتجيب الأصحاح والصفحة وتجيب أيضا الآية وتجيب الكلمة اللي أنت عايز تدور عليه نشكر ربنا لأجل التقدم العلمي بسينات فالمخطوطة أشعياء مكتوبة على سبعتاشر صفحة بنسميها سبعتاشر شيتس شيتس اللي هو عبارة عن الجزء اللي معمول من جلد الحيوان تجتمل على ستة وستين أصحاح مخطوطة تعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد عندما نقارن مخطوطة أشعياء بالنص المازوري النص المازوري زي ما قلنا لم يخترع في القرن التامن أو التاسع النص المازوري كان ينقح بمعنى أنه يضاف إلى النص اللي مكتوب بالحروف الساكنة اخترعوا علامات التحريك والعلامات المتحركة وحطوا ملاحظاتهم على النص العبري ويس فإذا قلنا أنه عندنا المخطوطة المازورية بتعود إلى القرن التامن أو التاسع الميلادي وبعدين عندنا أشعياء بيعود إلى القرن التاني قبل الميلاد يعني الفارق الزمني ما بين مخطوطة قمران وما بين مخطوطة المخطوطة المازورية تبتكلم على ألف ألف ومئتين سنة كويس عندما نقارن النصين مع بعض عندما نقارن النصين مع بعض نعرف أن الكتاب المقدس لم يحرف ولم تمتد إليه هذا التحريف نعرف كويس أو كده أي دارس عادل فاهم بيوصل لهذه الحقيقة فاهم طيب أجي إلى جزء آخر لما بنيجي إلى ال 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 اليني آه أوكي ممكن أخذ السليزة قبل أوكي امانويل توف يعتبر واحد من أعظم العلماء اللي اشتغلوا على المخطوطات كمرار اسمه امانويل توف كويس امانويل الجيد أو جود امانويل كويس لأن كلمة توف بالعبري معناها جود أو حسن كويس ممكن تسموا اسمه امانويل حسن كويس لكن هو اسمه امانويل توف امانويل توف هو أشهر واحد اشتغل على مخطوطات كمرار كويس وعنده كتاب مهم جدا دايما اي حد بيدرس نقد النص العهد القديم او النص العبري بيرجع الى كتاب امانوال توف امانوال توف اشتغل كتير على مخطوطات كمران ومن اشهر يعني هما خلصوا شغلهم على مخطوطات كمران ممكن خلت اربعين سنة على فكرة لما تقرأ او لما تسمع الاخوة المسلمين اخفوها اربعين سنة ليه نخفيها اربعين سنة ليه هي فيها ايه يعني دايما عند الاخوة المسلمين نظرية المؤامرة انه بما انك اكتشفتها نهاردة لازم بكرة تنشرها ما فيش حد بيعمل كده اي واحد عاقل عالم دارس فاهم حاجات دي بتاخد سنين الحاجات دي بتاخد سنين النهاردة يمكن شوية اسرع من زمان ليه لان النهاردة عندي السوفتويرز عندي عندي الكمبيوتر او قات كتيرة مثلا لما بيجي بيجي نص لاتسي انا لقيت قصاصة لقيت قصاصة مكتوب على هادي القصاصة كلمتين كتوبة من البردي على هادي القصاصة كلمتين سواء باللغة اليونانية او لغة العبرية انا انا اذا اكتشفت الكلمتين دول وتأكدت انه فعلا هما دول بحرفهم بكل حاجة هو ده المكتوب انا بدخل على السوفتوير دخل على الكمبيوتر باكتب الكلمتين دول بيقول لي بالزبط اتكتبوا فين يعني لو كان كتبهم اه مثلا في الاليازة اه بتاعت شعر اليوناني المشهور اه همر او كتبهم شيكسبير او كتبهم او كتبهم يحنة او كتبهم اشعياء او كتبهم فلان فلان وتكتبوا امتى الحاجات دي بتسرع لكن زمان ما كانش فيه الاشياء دي فكان بيقعد بيقعد في قوضة جامع الاشياء دي كلها جنبه وبنضارة مكبرة بيقرأ كل حرف ويقرأ التشكيل اذا كان هناك تشكيل او غير تشكيل واوقات كتير الحروب بتبقى بعضها متأكل وبعضها واضح بتاخد يا جماعة سنين ممكن تاخد من عمر الانسان كله يعني اربعين خمسين سنة يقعد يدرس في هذه الامور فلما لما طلع اول اول شيء عن مخطوطات كمران جامعة اوكسفورد هي الجامعة اللي تبنت مع مانويل توف تبنت هذا المشروع وتحت عنوان ممكن حتى حضراتكم المجلدات دي كلها موجودة تحت عنوان او مكتشفات في صحراء يهوز او صحراء اليهودية من سنة 1955 طلع اول وبعدين بعد كده من سنة 1999 يعني ما بين 55 و 99 همتكلم على حوالي 45 سنة 45 سنة اشتغلوا في المخطوطات وطلع فوليوم 23 والى فوليوم 49 فوليوم كويس فكل هذه العمل موجود ومتاح واي باحث صادق مع نفسه هيرى انه الى اي مدى هذه المخطوطات بتطابق النص الكتابي طيب ارجع الى الى نقطة مهمة جدا امان اولتوف في كتابه كويس عن مخطوطات كمران اه قال انه لما بنقرى مخطوطات كمران في خمس انواع مختلفة من المخطوطات الكتابية خمس انواع مختلفة بنقدر بنسميها زي زي اه families لو اسمناها الى family الى عائلات مخطوطات كويس اه نقدر نقول انها مشابهة للنص المزوري يعني النص الكتابي ده اللي بنقرى في مخطوطة كمران مشابه الى النص المزوري ومخطوطات اخرى بتشابه ما قبل النص السامري يعني احنا عارفين انه هناك طورة بينسميها الطورة السامري هتكلم عنها هذه الطورة السامري اه بري سامريتين اه في نصوص نقدر نقول اه نصوص دي تعود الى الفاتر الفرانية كراءات تشبه نص الترجمة السبعينية ترجمة السبعينية اللي تمت في القرن الثالث قبل الميلاد الترجمة للنص العبري الى النص اليوناني بايس نصوص بحسب ممارسات ايضا النساخ في كمران سلوب الكتابة بتاعتهم والتفسير الى اخر ومخطوطات لما قبل النص المزوري النص المزوري بتلاقي عليه تشكيل النص القبل المزوري بيبقى حروف سكنة وليس عليه اي علامات التشكيل وايس دي الخمس انواع اللي اه وجدهم اه امانوالتوف في المخطوطة لو نيجي ندرس علم نقد النص العهد القديم اه مخطوطات كمران بيشار اليها بحرف الكيو زي ما قلت فالكحف وبعدين بتمشي كهف واحد كهف اثنين كهف ثلاثة كهف اربعة الى كهف خمستاشر فاذا وجدنا المخطوطة في كهف واحد فبيبقى وان كمران وان كيو فلما يقولك وان كيو كويس لما يقولك وان كيو هنا ده معناه انه الكهف الاول لقمران وبعدين بيديلك النص الكتابي اللي وجد في الكحف الاول فيقولك وان كيو ايزية او اشعياء يحط الابريفياشن او الاختصار بتاع سفر اشعياء ويقولك مثلا كحف كمران اثنين والنص اكسدس اللي هو الخروج او اربعة كمران جينيسيس او تكوين اربعة ويمشي كده فانت اي واحد بيدرس نقد النص للعهد القديم بيعرف هذه الاشياء لانه بيقولك النص ده موجود فيه قمران واحد اشعياء كذا وكذا وكذا ويز فنقدر نميز هذه الامور ايزي ما قلت انا يعني اه مش عارف اذا كان اللي بتقال اه هيفيد كم واحد لكن اعتقد انه مهم جدا كمسيحيين ان احنا نبقى عارفين هذه الامور لانه اوهات للأسف بنهملها ومش بندرسها وبنواجه ردود وانتقادات كثيرة من مسلمين ما بنبقاش عارفين هو بتكلم عن ايه طيب انا في الجزء الباقي من الحلقة هرد على بعض الادعاءات اللي بسميها الادعاءات الكاذبة بخصوص مخطوطات كمران هناك بعض الادعاءات الكاذبة اللي بيرددها البعض بخصوص مخطوطات كمران وانا حاب انه اقضي الوقت الباقي ان ارد على هذه الادعاء طيب الادعاء الاول بيقولك مخطوطات كمران تؤكد تحريف الكتاب المقدس يعني اه اه لو هي بتؤكد تحريف الكتاب مفروض كنا خبناها يعني وشلناها يعني لكن خلونا نسمع الفيديو وانا حيب اعلق عليه لكن خلونا نسمع اه السلام عليكم مخطوطات كمران ماش ممكن اسمع في اه ودني لانا لانا ما كنت سامع فخليني اوكي نسمع من الاول اوكي السلام عليكم مخطوطات كمران تصدم المسيحيين وتثبت تحريف الكتاب المقدس اوكي مع الاسف غالبات المسيحيين لا يمكنهم ان يبحثوا بانفسهم في مخطوطات كمران او مخطوطات البحر الميت لانهم لا يعرفون اللغة العبرية يعني اقول حاجة بيتام المسيحيين انهم جهلة هو الوحيد الابو العريف اللي خبير في اللغة العبرية وخبير في الكتابات الحديثة العلمية المتخصصة عن كمران يعني اول القصيدة كفر زي ما احنا بنقول اول القصيدة كل ولا يعلم ان ان اكتر الناس بتعرف في اللغة العبرية واليونانية هم المسيحيين هم المسيحيين يعني يعني مفيش مفروض مفيش اسيس بيخدم الا لما يكون درس سنة واثنين وثلاثة سواء لغة يونانية او لغة عبرية او لغة ابطية لكن هو اول حاجة بيأكد ان هو ابو العريف هو العالم بالله في اللغة العبرية والكتابات الحديثة ولا احد يضاهي نكمل نسمع الافتاءات بتاعته اه وما بيقروش الكتابات العلمية اللي كتبها المتخصصون اوكي ما بيقروش الكتابات العبرية اللي كتبها المتخصصون هذا الشخص لا يذكر لنا كتاب واحد كتبه متخصص هو مجرد انه يعني بيرمي اتهمات وخلاص هو لا يذكر لنا ايه هي الكتابات العبرية التي كتبها المتخصصون ايه اسم الكتاب ومين الناشر واتناشر امتى وقال ايه ما فيش ما فيش هي كلها تلاصم بيقولها وخلاص لكي ما يؤكد وجهة نظره واقتناعه انه الكتاب المقدس محرف الكتاب مقدس محرف نكمل ابداعاته السلام عليكم مقطوات قمران نكمل من هنا السلام عليكم مقطوات قمران تصدم المسيحيين وتثبت تحريف الكتاب المقدس مع الاسف غالبية المسيحيين لا يمكنهم ان يبحثوا بانفسهم في مقطوات قمران او مقطوات البحر الميت لانهم لا يعرفون اللغة العبرية وما بيقولوش الكتابات العلمية اللي كتبها المتخصصون اللي افنوا اعمارهم في دراسة هذه المقطوات يعني فيه ناس متخصصين علماء افنوا حياتهم في دراسة هذه المقطوات احنا بنقرهاش المسيحيين ما بيقرهاش هو الوحيد العالم باللغة العبرية الفاهم في اللغة العبرية استاذ اللغة العبرية بالجامعة بجامعة ارشاليم اللي يعني بيجيبها وهي طايرة وبيفهم كل الكتابات اللي مكتوبة اللي كتبها المتخصصين انا معرفش الكلام ده اجابه منين لما لما ايمانوال طوف نفسه لم يقل الكلام اللي هو بيقوله ده استاذ في جورسليم يونيفورستي ومتخصص في مخطوطات كمران لم يقل هذا الكلام لم يقل انه مخطوطات كمران بتناقد بتناقد النص الكتاب الكذب ملهوش رجرين والكذاب بيبان وللأسف هذا الشخص يعني من اكثر الشخصيات الواحد سمع لها اللي ممتزج كلامه كله بكذب وافتراء على الكتاب المعدس طيب اتنقل الادعاء التاني طبعا زي ما قلت الادعاء الاول ده الادعاء الكذب انه اللي بيقوله ده كذب ملهوش اي حقيقة هو بس بيردده علشان يعني يجيب مشاهدين للفيديوهات بتاعته وياكل عيش من هذا الكلام لكن علميا هذا الكلام كلام غير صحيح لا يستطيع ولا يجرؤ لا يستطيع ولا يجرؤ ان يكتب لنا اسماء العلماء اليهود الذين قاموا بدراسة مخطوطات كمران واثبتوا ان مخطوطات كمران تناقض الكتاب معدس ماشي كمل الجزء السلام عليكم مخطوطات كمران الادعاء التاني الكذبة التانية الكذبة دي بقى يعني كذبة جميلة كويس ما فيش كذبة جميلة يعني زي ما فيش خطية بيدة وخطية سودة لكن الكذبة التانية دي بقى يعني واحد بيقولك ان الفارق الزمني بين النص الاصلي ومخطوطات كمران كافي بتغيير النص بالتلاعب كافي زمان طويل جدا كافي بالتلاعب نسمع نسمع ما يقول وارجع علي لانه اللي بيقوله ده يعني كلام مهم جدا نسمعه مخطوطات كمران او مخطوطات البحر المي ايوة تثبت صح الكتاب المقدس هنوضع على هذا الادعاء من خلال اربع نقاط ايو اللقطة الاولى حتى لو كانت مخطوطات كمران تطابق الكتاب المقدس يعني اول حاجة بيقولك انه حتى لو مخطوطات كمران تطابق الكتاب المقدس فانا مش مصدق كده عارفين يعني كلام رب يسوع لما قال زمرنا لكم فلم ترقصوا نحنا لكم فلم تبكوا شخص اللي زي كده مهما جبتله من قدلة همش يقتنع بيها الشيء الوحيد اللي يجعله يغير قلبه هو عمل روح الله في حياته عمل روح الله في حياته فبيقولك حتى لو مخطوطات كمران تطابق تطابق الكتاب المقدس تطابق الكتاب المقدس طيب كمل نص الحالي حرفيا أي وقت هذا لا يعني صحة الكتاب المقدس وعدم تحريف طيب ليه 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 قل لي السبب يعني اذا انت بتقول لو مخطوطات كمران بتطابق النص الحالي فهذا لا يعني صحة الكتاب المقدس يعني انت بتناقض نفسك كمل كمل كذبك مخطوات قمران نفسها بعيدة زمنيا عن زمن كتابة غالبية الأصفار يعني على سبيل المثال بين موسى عليه السلام وبين مخطوات قمران تقريبا 1200 سنة وهي فترة ضخمة جدا وكافية نظريا وعمليا لتغيير النص تماما وكذلك بين إشعياء وقمران 600 سنة تقريبا فإن حد يدعي أن مخطوات قمران تثبت صحة الكتابة المقدس فهذا نوع من التدليس نوع من التدليس يعني انت حضرتك بتقول أن الفارق الزمني مهم الفارق الزمني مهم الفارق الزمني ما بين المخطوطة الأصلية ونسخها يكون أو نسخة منها يكون فارق زمني قليل طيب هقول لحضرتك حاجتين أول حاجة أول حاجة كلام اللي بتقوله ده مهم طيب هل تؤمن وتصدق مخطوطات العهد الجديد اللي هي الفارق الزمني ما بينها وما بين النص الأصلي عشرات السنين بس يعني عندنا أقدم مخطوطة تعتبر نص من إنجيل يحنى كويس هذا النص من إنجيل يحنى بيعود إلى بداية القرن الثاني حنا نتكلم على مية سنة مية وعشرة ميلادية ويحنى كتب إنجيل ومتأخر يحنى كتب إنجيل ومتأخر في التمانينات ممكن يعني الفارق الزمني ما بين النصخة اللي عندنا والأصل اللي كتب يحنى كويس قول تلاتين سنة ليه مش بتقبل وتصدق صدق العهد الجديد ليه يعني إذا طبقت المثل ده أنت بتقول حاجة كويس ومش عايز تقبلها نفسها إذا طبقتها على حاجة أخرى ليه مش بتقبل صدق مخطوطات العهد الجديد ليه بتطعن في مصدقية العهد الجديد دي حاجة الحاجة التانية طبعا هو بيحاول يوهمك إنه ما بين الوقت اللي كتب في موسى كويس وما بين مخطوطات كمران فارق زمن طويل جدا وكان الإنسان أو اليهودي لا يقدس النص ولا يعتبر نصا إلهيا فممكن يتلاعب فيه طيب أنا هسألك سؤال ما هو الفرق الزمني ما بين موسى والنص القرآني ما بين موسى والنص القرآني لكن 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 نحن لا نقبل بهذا القرآن أساسا واخد من ما هو عند اليهود قصة الخلق قصة إبراهيم قصة موسى كل هذه القصة سواخدة من النص الكتابي لما تيجي تقول لي انه الفرق الزمني ما بين مخطوطات كمران وموسى فرق كبير جدا أقولك تم الفرق الزمني ما بين النص القرآني واللي كتب موسى أكبر وأكبر حضرتك اللي بتدلس مش احنا اللي بندلس حضرتك اللي بتجذب مش احنا اللي بنجذب وبعدين ما بين ما كتبوا اشعياء وما بين ما هو موجود في المخطوطات كمران وما بين النص اللي أرى الرب يسوع في القرن الأول وما بين النص المازوري هذا يؤكد انه انه اشعياء والنص كمران والنص الذي قرأ الرب يسوع والنص المازوري لم يحدث اي تغيير فيهم على مدار المئات السنين حضرتك كل اللي انت بتعمله انك بتكذب بتخترع اكاذيب وتفتري بيها على كتير مؤدس وتفتري بيها على كتير مؤدس وانا عارف انه مهما جبنا لك من ادلة ومهما اريت انت من ادلة انت مش تقتنع مش تقتنع لكن احنا بنصال ان ربنا يحول قلبك وفكرك لان ده الشيء الوحيد اللي يقدر يغير شخص بهذا الفكر طيب اجي الى كذبة تالتة هناك كذب اخرى اه فيه كذبة تالتة كذبة تالتة بيقول مخطوطات كمران لم تحل اي مشكلة بالكتاب المقدس يعني نسمع الفيديو ونرجع نعلق عليه اوكي مخطوطات كمران لم تحل اي مشكلة من مشكلات الكتاب المقدس مثل ان اغلب الاسفار اغلب اسفار الكتاب المقدس مجهولة الكاتب ماذا ماذا اقول بعد ما قيل يعني هذا واي شيء يقال يعني انا ما عرف ده يترد عليه ازاي بتكلم بصدق ده يترد عليه ازاي ده ده مفيش ده حتى الكومن سينس مش موجودة مين قالك انه انه اسفار الكتاب المقدس مجهولة الكاتب مجهولة الكاتب يعني زي ما قلت لحضراتكم المرة اللي فاتت انه انه معظم اصفار الكتاب المعدس عارفين مين اللي كتبها وان لم يذكر الكاتب اسمه في بداية السفر زي مثلا اشعياء رؤية اشعياء ابن اموس التي رأاها ايام احاز ويوثام وحزقية الاخر فبيديني اسم الكاتب بيديني الزمان وبيديني الملوك الذين عصرهم مكتوب في اول السفر اول اصحاح في السفر او مثلا ارمية انه زي ربنا دع ارمية ومن البطن افرزه الى اخر هذه الاشياء مكتوب مكتوب بداية السفر لكن بعض الاسفار مش مكتوب في بداية السفر لكن هناك ادلة اخرى بنقدر نجيبها من السفر شهادة السفر الداخلية لما نيجي عن التوراة مرات ومرات الرب بيقول لموسى اكتب وموسى يقول فكتب سفر الشريعة يعني يعني حضرتك بتتكلم بالمطلق ما انت لعمة تكون ناقد عادل يا بلاش لكن انت لا تعرف العادل ابدا انت حضرتك للأسف اعمى اعمى البصيرة واعمى القلب تفتري على كلمة الله تفتري على كلمة الله وما اقصى مصير الذين يفترون على كلمة الله ويسرون على الافتراء على كلمة الله مش بس بيفتري ممكن واحد يفتري لكن يجي وقت يتغير لكن انك تصر على الافتراء على كلمة الله انه ما حلتش مشكلة وازاي هتحل مشكلة الكاتب يعني مخطوطات كمران لو هي مزورة ويس ولو هي فيها نوع من التزوير كانوا بتوع مخطوطات كمران يعملوا ايه يكتبوا قبل ما يكتبوا مثلا سفر التكوين يكتبوا سفر التكوين بحسب موسى كما ما عملش كده هو نقل النص زي ما هو نكمل جهولة التاريخ وايضا مشكلة النصوص التي تسيء لله عز وجل مين قالك انه هناك نصوص تسيء لله عز وجل يعني ايه مثلا النصوص التي تسيء لله عز وجل انه فحزن الرب انه عامل الانسان او ندم الرب على انه عامل الانسان وشرحناها مرات ومرات ومرات واصطراح الرب برضو شرحناها مرات ومرات ومرات ما هو اللي عايز يفهم هيفهم اللي عايز يفهم هيفهم اللي بيدور على الفهم هيفهم لكن حالك مش عايز اللي عايز تفهم ولا بتدور على الحق نصوص تسيء الى الله طب ماذا عن والله أمكر الماكرين ألا تسيء هذه إلى الله ماذا عن عرش الله الذي يحمله تمن ملايكة محدود أليس هذا إساءة لله ماذا عن الله الذي يعمل في الجنة لمجرد بس إرضاء شهوات الإخوة المؤمنين من نساء وخمر وأكل ماذا كمل مخطوطات قمران لم تحل أي مشكلة مخطوطات قمران لم تحل أي مشكلة من مشكلات الكتاب المقدس مثل أن أغلب الأسفار أغلب أسفار الكتاب المقدس مجهولة الكاتب ومجهولة التاريخ وأيضا مشكلة النصوص التي تسيء لله عز وجل ومشكلة النصوص الجنسية هل حلت مخطوطات قمران هذه المشاكل مخطوطات قمران ده لأن العين الشريرة لا ترى إلى شر والقلب الشرير لا يرى إلى شر والقلب الجنسي لا يرى إلى الجنس نحن لا نراها بهذا الشكل وبعدين إزاي مخطوطات قمرانة حل المشكلة دي انت أي كلام خلاص ادو لك ميكروفون وقالو لك اتكلم فواقف تعبط دون أي فهم نجي إلى الكسبة الرابعة والأخيرة أوكي نسمع الكتاب المقدس في قمران أصفاره مختلف عن الكتاب المقدس الحالي كثيرا بيقولك الكتاب المقدس أصفاره تختلف على أصفار الكتاب المقدس الحالي زي ما قلت لحضراتكم أنه فيه أجزائي بتتكلم عن في مخطوطات قمران بتتكلم عن سفر طبيا سفر عزرة تكملة عزرة الأصفار مين قالك إن دي أصفار أساسا القمران قبلنها كأصفار قانونية مين قال انت بتألف بتألف حباي مخطوطات كمران بتؤكد ان كلمة الله لم تتغير وانه الى ان تزول سماوات والارض لا يزول حرف واحد من المكتوب هنكمل في حلقة اخرى عن نص العهد الجديد لكن هذه الحلقة مهمة جدا لانها بتكلمنا عن ازاي ان الله حفظ كلمته الى ان نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح معكم شكرا